بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنزر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون هذه الآية الكريمة من سورة يونس تحكي لنا قصة يبين الله سبحانه وتعالى فيها سنة كونية إلهية وهو أنه سبحانه وتعالى لا يعاجل الناس بالعقوبة وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تمنى المجرمون والمكذبون أن ينزل الله سبحانه وتعالى بهم العقاب والعذاب ووردت الآية التي تنص على ذلك في قوله قل إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فلم يتمنوا التوبة والإنابة والإقبال بل تمنوا نزول العذاب وكان الصحابة الكرام يتعجبون من إمهال الله سبحانه وتعالى للمكذبين والمذنبين كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يستأصلهم كيف أن الله لا يقسمهم كيف أن الله لا ينتقم منهم مع أنهم يؤزون رسول الله مع أنهم يؤزون عباد الله ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا هذه السنة الكونية وهذه الآية الإلهية أن الله سبحانه وتعالى حكم بأن هناك آجال للعباد وهناك أقدار للعباد وأنه سبحانه يمهل للظالم فهذه من سننه الكونية التي لا بد أن تسير في الحياة وأن العبد إذا دع الله سبحانه وتعالى طالبا هلاك إنسان فهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى لأن هذا الدعاء كأنه لا يرضى بوجود هذا المخلوق في كون الله والكون كله بيد الله يدبره كيفما يشاء على وفق حكمته وإرادته فالله سبحانه وتعالى يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني لو أنهم يدعون بالهلاك فيستجيب الله لهم دعاءهم كما استجاب لهم دعاءهم في الخير لقضي إليهم أجلهم يعني لانتهت أعمارهم ولماتوا ولانقضت أمورهم ولكنه سبحانه وتعالى يمهلهم ويؤجلهم فإذا أرادت حكمته انتهاء آجالهم انتهت آجالهم وهذه الآية الكريمة جاءت تعقيب لآيات يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن الذين لا يرجون رقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فجاءت هذه الآية بعد آيتين من هذه الآيات السابقة لتبين لنا أن سنة الله في خلقه أنه لا يعاجل المجرمين والمكذبين بالعقوبة ولا يستجيب دعاءهم بالهلاك لأنفسهم ولا يستجيب دعاء غيرهم عليهم بالهلاك إلا وفق حكمته وإرادته ووفق ما يراه سبحانه وتعالى منسجما مع الكون ومع آيات قدرته سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لانتهت أعمارهم ولكن الله لا يفعل ذلك لا يعجل لهم الشر استعجالهم بالخير فينتج عن ذلك أنه يذر فيذر الذين لا يرجون لقاء الله في طغيانهم يعمهون يعني نتيجة هذا التأخير أن يبقى هؤلاء المكذبون في الحياة يعيسون فيها فسادة ويفعلون فيها ما يريدون وفي النهاية يدخلهم الله سبحانه وتعالى دار العقاب ويبعثهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليجازيهم على سوء فعلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين بحكمته وأن يجعلنا من من رضي بقضاء الله وأن يجعلنا من من رضي الله عنهم يوم القيامة وأدخلهم في مستقر رحمته وأنعم عليهم بالثواب في جنة النعيم وأن يجمعنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته